بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد التألق التأنق الفخامة الجمال كلها أمور كان يتمتع بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه استوفى الكمال المطلق في الأخلاق قبل الرسالة وبعدها الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذه الآية الكريمة الذي خاطب بها الحق سبحانه وتعالى قوم سيدنا رسول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم لاحظوا المعنى هنا أي أنتم على علم كامل بتاريخه أنتم على علم كامل بحركاته وسكناته أنتم تعرفون أخلاقه وشمائله أنتم تعرفون المكارم التي كان يتقلب فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن أول الصفات الواجبة للرسالة أقصد الصفات الواجبة للرسوة والأنبياء هي أول الألقاب التي أطلقتموها أنتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معكم قبل أن يكون نبي فأطلقتم عليه الصادق الأمين فإذا كنتم قد عرفتم ماضي رسول الله قبل أن يكون نبيا فاستشرفوا مستقبل رسول الله بعد أن يكون نبيا فاستوفى النبي صلى الله عليه وسلم الكمال المطلق في الأخلاق قبل الرسالة وبعدها النبي الكريم هو القدوة الكاملة هو النموذج المثالي في الأخلاق والقيم لماذا؟ لأن الله عز وجل زين رسوله صلى الله عليه وسلم بسائر الأخلاق المتفرقة في الأنبياء السابقين عليه في سورة الأنعام نقرأ قوله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسعى ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين بعد أن ذكر ربنا الأنبياء وذكر صفاتهم في ثنايا القرآن الكريم وذكر أخلاقهم التي كان يتميز بها كل واحد عن الآخر أمر الله رسوله بأمر قال سبحانه مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله إشارة إلى الأنبياء السابقين على سيدنا رسول الله فبهداهم اقتده إذن المطلوب هنا أن يهتدي ويقتدي سيدنا رسول الله بكل خلق تفرد به كل نبي سابق عليه يعني سيدنا يونس مثلا تفرد بالخضوع إلى الله عز وجل وهو في بطن الحود سيدنا يوسف بالقدرة على السلطة سيدنا أيوب بالقدرة على الصبر على الابتلاء وهكذا سيدنا إسماعيل صادق الوعد سيدنا إبراهيم كان حليما وكان يعشق تكاليف ربه إذن كل نبي تفرد بخلق تميز بصفة ليست عند غيره من الأنبياء الرسول صلى الله عليه وسلم جمع كل المناقب وكل الفضاء المتفرقة في الأنبياء السابقين عليه بالإضافة إلى ما خصه الله به دونهم فاستحق أن يقول له الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم ثم إننا كبشر حين نقيم إنسانا ما فإنما يأتي تقييمنا بناء على معرفتنا بهذا الإنسان بناء على علمنا بهذا الإنسان غير أن معرفتنا بهذا الإنسان قد تكون قاصرة ربما يعتريها النقص ربما يعتريها الخطأ ربما تغلب عليها العاطفة فلا يوجد فيها إنصاف لأني لا أعرف هذا الإنسان جيدا لم أعاشره بشيء من الرصانة فأتكلم عنه بما شاهدته منه وفقت لا المعرفة البشرية يعتريها الخطأ يعتريها النقص يعتريها التقصير تشوبها ربما المصلحة تغلبها العاطفة لكن التقييم الإلهي هو التقييم الحق الثابت المستقر الذي لا يقبل التناقضة ولا يقبل التصادم أبدا فحين يقول ربنا لسيدنا رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم فأصبح هو صاحب الخلق العظيم بتقييم الله العظيم فلا تقييم بعد تقييم ربنا سبحانه وتعالى ومن هنا قلنا إن رسول الله هو القدوة الكاملة والنموذة المثالي في الأخلاق والقيم والآداب لأجل ذلك جاء هذا الوصف المنير من الأمور التي من الله بها علينا نحن نتيجة لهذه القيمة المثالية وإنك لعلى خلق عظيم أن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لاحظوا هنا الذي يحكم سنة النبي فيه والذي يحاول أن يكون في كل تصرف يصدر عنه موافقا للهدي النبوي المشرق الهدي النبوي كله نور وكله رحمة وكله إنسانية وكله سمو وكله ارتقاء ومن اتصلت نفسه بهدي سيدنا رسول الله آنس من هذا النور وآنس من هذه الإنسانية فأصبح صانحا للخير وصانعا للجمال كل هذا لمن حكم سنة رسول الله فيه لمن اهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا معي قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أي هو فينا صلى الله عليه وسلم بسنته هل تريد أن تنال رحمة الله عز وجل؟ حكم سنة رسول الله فيك لماذا؟ لتنال الرحمة من الله هناك ما يسمى بنفي الشأن لا نفي الفعل أسأل فلانا مثلا أقول له هل سرقت؟ فيقول لي لم أسرق هذا نسميه بنفي الفعل أي نفع عن نفسه فعل السرقة لكن لا يمنع أن يقع في السرق أما إذا أجابني فقال لي ما كان لي أن أسرق؟ هذا نسميه بنفي الشأن هو نفي نفي الفعل يعني أرقى من نفي الفعل أي لا تمر الفكرة أصلا على ذهني مستحيل وألف ألف مستحيل أن أفكر في هذا الفعل فكأن قوله سبحانه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وهو يخاطب رسول الله أي مستحيل وألف ألف مستحيل أن يعذب الله أحدا فيه رسول الله أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم